صباح الخير شباب كثير مننا منواجه مشاكل بالجوال وخاصة بعد فترة طويلة من الاستخدام مثل تقل بحركة الجهاز او تعليق بالبرامج او ممكن بدنا نبيع الجهاز ونتخلى عنه وهون احنا منضطر لنعمل فورمات او ضبط مصنع للجوال وضبط مصنع جوالات شاومي بيصير بطريقتين طريقة من داخل الجهاز في حال كنت عب تقدر توصل وتتفاعل مع السوفت وير وطريقة من خارج الجهاز في حال كان عندك مشكلة بالسوفت وير وعم يعلق كثير الجهاز ومعب تقدر توصل للاعدادها وشباب ملاحظة مهمة جدا قبل ما بلش بفورمات الجهاز مهم جدا انك تاخذ نسخة عن الاسماق نسخة عن البيانات ونسخة عن الصور هذا الشيء كثير مهم والمهم الاكثر من ذلك انك تعرف الباسورد الخاص بحساب شاومي او حساب جوجل اللي موجود ضمن الجهاز واذا ما كنت بتعرف الباسوردات او الايميالات الموجودة على الجهاز بإمكانك تحذفها قبل الفورمات طريقة تحذف الحسابات الموجودة بالجهاز قبل الفورمات على الشكل التالي بالبداية مننتقل عند الإعدادات ومن ثم الحسابات والمزامنة بهذا المكان بيكون عندك جميع الحسابات حساب شاومي، حساب جوجل، حساب الواتس أب وما إلى هنالك أهم حسابين لازم تحذفن من هون هو حساب شاومي وحساب الجوجل وفي حال ما قدرت تحذفن من الحسابات بتنتقل عند حول الجهاز ضمن الإعدادات بضغط على إصدار الاميو آي سبع مرات لحتى صير مطور برجع لورا للإعدادات وبنتقل عند الإعدادات الإضافية وبنزل لتحت وبختار خيارات المطور داخل خيارات المطور في عندي إلغاء قفل OEM من الضروري جداً تفعل هذا الخيار في حال كنت نسيان حساب الجوجل أو ما قدرت توصل له أو حساب الشاومي إذا فعلت هذا الخيار من ضبط المصنع الخارجي بإمكانك تفرمت الجهاز دون قفله كذلك الأمر عندي خيار خاص اسمه حالة إلغاء قفل MI وهلأ لضبط مصنع الجوال أو فورمات الجوال منرجع للإعدادات الرئيسية ومننزل لتحت شوي لعند الإعدادات الإضافية بدخل على الإعدادات الإضافية بنزل للأسفل وبلاحظ أنه في عندي إعادة ضبط إعدادات المصنع يعني فورمات كامل للجوال بضغط عليها من هذا المكان فيك تعمل فورمات كامل للجوال وبرجع بذكر لا تنسى حساب الشاومي وحساب الجوجل إنشان ما يقفل معاك الجهاز وكذلك الأمر ما تنسى تاخد نسقة احتياطية عن الأسماء وعن جميع البرامج أو الصور أو الفيديوهات اللي موجودة عندك وهلأ يا شباب ننتقل للطريقة الثانية بفورمات وضبط مصنع الجهاز واللي هي من خارج السوفتوير أو من خارج الجهاز هاي الطريقة باستخدمها في حال ما عم بقدر أوصل للسوفتوير أو في صعوبة كتير بالوصول لداخل الجهاز طبعا هون بدي انتبه إنه كل شي رح ينمح من على الجهاز ولازم كون بعرف حساب الشاومي وحساب الجوجل بالبداية بقوم بإيقاف الجهاز كليا بضغط إيقاف التشغيل وبضغط على زر رفع الصوت مع البوار سوا الزرين سوا بضم يضغط بهذا الشكل بمجرد شعل الجهاز بإيم إيدي عن زر البوار لعمل فورمات للجهاز بضغط على ويب داتا طبعا هون الشاشة ما بتاخد تتش الأوامر كلها تبدأ تكون عن طريق الأزرار بزر إعلاء الصوت وخفض الصوت بقدر انتقل وطبعا بزر البوار بقدر اختار بختار ويب داتا بقال لي هون العودة أو ويب اول داتا يعني فورمات جميع الداتا بختارها عم يقال لي بدك تخرج ولا بدك تكمل بختار كونفورم وعن طريق زر البوار بضغط أوكي أو بختار خيار الفورمات طبعا مثل ما أنا شايفين عمل فورمات سريع لأنه الجهاز الساعة هو جديد وما في بداخله أي بيانات بضغط على باك ومن ثم بختار ريبوت إعادة التشغيل بيرجع بيأكد عليه رستارت للنظام بلا أوكي وطبعا مثل ما أنا شايفين رح يطول هلأ شوي لحتى يعيد تشغيل لأنه عب يضبط المصنع بشكل كامل وهيك يا شباب مثل ما شفنا عملنا ضبط مصنع وفورمات كامل للجوال وقمنا بمسح جميع البيانات الموجودة عليه شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية العربية شكرا للمشاهدة